تعريف التوحيد وذكر أنواعه وشرح كل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وأنواعه ثلاثة الأول توحيد الربوبية وهو العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وهذا النوع قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه اللائق بعظمته وجلاله وهذا النوع قد أقر به بعض المشركين وأنكره بعضهم جهلا أو عنادة الثالث توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة وهذا النوع هو الذي أنكره المشركون لكي ترجمة نانسي قنقر في العبادة لكي ترجمة نانسي قنقر